تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اليمين الغموس هي اليمين التي تكون في مجلس القضاء وتكون يمينا كاذبة هذه هي اليمين الغموس لأن تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار نساء الله للسلامة والعافية والغالب الغالب أن عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة ونقصص كثيرة ومتواترة عن أناس حلفوا أيمانا في مجلس القضاء وكان لأيمانهم تأثير في الحكم وحصلت لهم عقوبات عاجلة وقد تقتضي حكمة الله عز وجل تأخير العقوبة للآخرة إن الله تعالى يقول ولا تحسب أن الله غافل عما يعملوا الظالم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لكن في الغالب أن عقوبة من حلف يمينا غموسا أنها معجلة في الدنيا قبل الآخرة ولذلك فعلى المسلم حذر من أن يحلف بالله كاذبا مطلق لكن شد ما يكون الحلف بالله كاذبا اليمين الكاذبة في مجلس القضاء التي يقتطع بها حق امرئ مسلم فهذه إثمها عظيم وذنبها شديد قول الأخ الكريم هل لأن أطلب اليمين نقول هذا لا يكون إلا في مجلس القضاء والذي يطلب اليمين هو القاضي القاضي هو الذي يطلب اليمين إذا استدعى الأمر ولكن إذا كان لك حق عند أخيك المسلم فإنك تطلبه منه وتذكره بالله وتخوفه ونحو ذلك أما اليمين غاموس فهذه إنما تكون في مجلس القضاء هل لها صيغة يا شيخ عادة ثابتة هي بأي صيغة حلف بأي صيغة حلف لا أعلم أن هناك صيغة محددة